موسيقى حياكم الله مشاهدين الكلام أسعد الله وقاتلكم بكل خير أهلا ومرحبا بكم مع منتصف جيسات هذا الأسبوع من برنامج المؤشر وهذه الفترة التي نتابع فيها معكم ختام تداولاتنا على هذه الجيسة السلبية وكذلك أيضا التبايونات في المؤشرات واضحة منذ انطلاق جرس ابتتاح هذه الجيسة نشاط على بعض الشركات لكن أيضا هناك ضغوطات بيعية ما زالت حاضرة هذه الضغوطات بيعية متركزة أكثر وبشكل واضح على الشركات القيادية وأيضا هناك بعض الشركات النشطة المضاربية أيضا في تراجع نتابع إن شاء الله معكم تفاصيل هذه الجيسة بسيولتها الـ 41 مليون حتى اللحظات الأخيرة ربما يكون هناك أيضا تغير إيجابي إن شاء الله في ختام هذه الجلسة مع جرس الأغلاق نذهب سريعا إلى زميل عائد العنزي من استوديوهاتنا في بورصة الكويت حياتك الله زميل عائد ومساء الخير مساء الخير راد مساء الخير مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم الضغوط البيعية مستمرة على الشركات الغيادية وخاصة الغطاء المصرفي وفي هذه الأثناء وكذلك بإقفال المزاد ضغوط واضحة على بيتك بالملايين عروض بالحد الأدنى وكذلك الوطني بتراجعات واضحة وكذلك الخليج ومعظم البنوك اليوم بتراجعات كبيرة جدا باستثناء بعض الشركات التي فدت فيها حركة جيدة كأيفا اليوم ارتدت ارتاج جدا طيب قادت بعض الشركات الاستثمارية للصعود كامتياز وكذلك الصفات وغير من هذه الشركات فيما الشركات التي صارت عليها عامية مضارف الأيام الماضية بدأت بالتراجعات وتراجعات حادة حتى هذه اللحظة نشوف معكم مشاهدين الكرام إقفالات المزاد وعتقد السؤال سترتفع أكثر ولكن بتراجعات واضحة لمعظم الشركات القيادية في نهاية هذه الجلسة ونشوف معكم العروض الوطني معروض بالحد الأدنى 593 لكن مطلوب 371 بالحد الأدنى أعلى نلاحظ كذلك مشاهدين الكرام بقية الشركات الأخرى يعني قاعد نشوف وضعية سلبية لبعض الشركات وضعية سلبية لبعض الشركات البيتك معروض بالحد الأدنى مليون 677 مطلوب 621 نلاحظ الكويتية طلبات جيدة لحد الآن مشاريع معروضه بالحد الأدنى 100 ألف نلاحظ والله الغطاء ببعض الشركات كثير من الشركات المتراجعة مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة. ونلاحظ الارتفاعات لشركات أخرى. والوضع العام ككل وضعا. يعني صعبا أمانة. حتى هذه اللحظات مشاهدين الكرام نلاحظ في هذه اللحظات. التراجعات تعمقت بصورة واضحة. التراجعات تعمقت بصورة واضحة. مع نهاية هذه الجلسة. تعمقت التراجعات مشاهدين الكرام في نهاية هذه الجلسة. ليتراجع السوق الأول 30 نقطة. والسوق الرئيسي 22 نقطة. وارتفع السوق الرئيسي أربع نقاط فقط. فقد كثير من المكاسب. فقد كثير من المكاسب مشاهدين الكرام. بيتك تراجع فلسين. والوطني أربع فلوس. والخليج ثلاث فلوس. فيما ارتفع الأهلي وبرقان. وتراجع الدولي بفلس. الكويتية تراجع فلس. برات الوطنية 18 فلس. وزعت 15 في قادة 18. المشاريع كذلك بفلس تراجعا. فيما أرزان في 6 فلوس ارتفاعا. وعيان المتراجعة 6 فلسين. الامتياز 6 حشارة فلس صعودا. عغارات الكويت بتراجع فلس. اللاحظة الصالحية بخبس بوص ارتفاعا. المباني بفلس صعودا. والتجارية والصناعات الوطنية. مشاهدين الكرام بتراجعات. وكذلك فيما الكابلات البنطة الخضراء. السفن 16 فلس. وبيان تكمالة 3 فلس صعودا. إجيلة تراجع 3 فلس. زين فلسين تراجعا. هيومانسوف 49 فلس. ألاف كوب فلس تراجعا. الجزيرة 23 فلس. جيف ايج 13 الفلس. بنكواربا يتراجع فلس. المتكامل 12 فلس. ميزان 15 فلس. البورتو 7 فلوس. الغانم 12 فلس. يعني تراجعات واضحة. مشاهدين الكرام لمعظم الشركات القيادية. وكميات كبيرة جدا في الملايين. اليوم تداولات كذلك. لبيتك مشاهدين الكرام 12 مليون و700. لبيتك واضحة. الرؤية مشاهدينه. وكذلك بعض الشركات الأخرى بدت فيها التراجعات الحادة في نهاية هذه الجلسة. فيما السوق الرئيسي. كان في منطر الخضراء بقوة. لكن تراجعت كثير من شركاته. وتأثرت بصورة واضحة. مشاهدين الكرام. مما يعني تراجع وفقد كثير من المكاسب. اللاحظ بمشاهدين راسيات 390. كانت صعدة أكثر. بل لكن في منطر الخضراء. ونفست 119 ونفست. اقفال قوي جدا. ونفست 119. اقفال قوي جدا. فيوتشار كيد يتراجع إلى 133. فيوتشار كيد يسجل مستوى متدني للغاية. مشاهدين الكرام. ونلاحظ راسيات كذلك. منازل صفقات. قاعدت مرني مشاهدين. قاعدت نشوف بعض الصفقات بصورتها الواضحة حتى هذه اللحظة. نشوف إيفا صعود 19 فيلز. الساحل بتراجع. المركز بتراجع. كميفك بتراجع. الأولى بيرتفاع 3.1 الأولى. برافو الأولى. التسويات التي أثرت عليها بالإيجاب. الخليجي 6 فلوس تراجعا. بيان بيرتفاع فلز 11 فيلز. كيفك بستة أعشار الفلز. كامكو بفلسين فاصلة ثلاثة. مشاهدين الكرام ارتفاعا. لاحظ وطني الدولية القابضة باستغرار يونيكاب. يونيكاب. تراجع كبير جدا. وتسجل مستوى جدا. متدني 12 فلس لونيكاب. 151 الصفات بثمانة أعشار الفلس. مشاهدين الكرام. صعودا. صكوك بفلس وتسعة أعشار الفلس. تراجعا. نور بصعود خمس فلوس. الإماراتية بتراجع. لكن آسيا وراسيات 10 فلس صعودا. لاحظ كوية التأمين 28 فلس. الخليج الأهلية للتأمين 26 فلس. لكن وربع التأمين. ولا تكافل بصعود. وثاق والمتحدة والوطنية العقارية. مشاهدين الكرام متراجعين في هذه الجلسة. أجيال العقارية بأربع فلوس ارتفاعا. لاحظ عربية عقارية فلسين فاصلة ثمانية تراجعا. لإنما بسبعة أعشار الفلس صعودا. والسلام ثلاثة فلوس. لكن العيان العقارية ثلاث فاصلة ثسانية تراجعا. عقار بأربع فلوس فاصلة أربعة تراجعا. العقارية بنصف سعودا. مزايا التي وزعت اليوم مسلم من حهم. نسم الخزينة فلس فاصلة سبعة تراجعا. أركام بيرتفع سبع فلوس. وأرجان بيرتفع فلس وسبعة أعشار الفلس. لكن عندي منشآت. مدينة العمال. منازل ميناء. مراكز. سمنت الكويت. بورتلند. ورقية. جميع هذه الشركات المشاهدين الكرام بتراجع معادن بارتفاع فلس وعشرية الفلس وسكن بتراجع الوطنية المادة البناء بتراجع المعدات مشاهدين الكرام كذلك المتراجعة واستهلاكية فيما واربا كابيتل والسينما ارتفعت 106 فلوس ارتفاع قوي جدا مشاهدين الكرام للسينما ارتفاع قوي جدا للسينما في نهاية هذه الجلسة ارتفاع قوي جدا للسينما في نهاية هذه الجلسة فيما نلاحظ بقية الشركات الأخرى كالتنظيف المتراجعة في هذه الجلسة لكن مركز سلطان عربي قابضة 23 فلس يغرد عربي قابضة يعود بجددا مشاهدين الكرام للصعود أريد المتراجعة فيما رابط بفلس صعودا لكن الأنظمة ونابسكو والمعامل والتخصيص المتراجعين بيت الطاقة كذلك بعشر فلوس ابتفاعا والتحصيلات بتسعة أعشار الفلس وإيفا فنادق بخمس فلوس ابتفاعا والمشتركة داعش فلس ونلاحظ آبار كذلك تراجع فلسين لاحظ جياد جياد اليوم تداول قياسي لجياد سوف نرى الوصل لجياد الحين أسس بتراجع ويباك بارتفاع مشاعر كذلك بفلس ذات أعشار الفلس صعودا أولى وقود بفلس انبرد المتراجعة بفلس ونصف الفلس منتزهات بأربعة أعشار الفلس صعودا فيوتشر كيد 18 فلس 18 فلس لفيوتشر كيد أفل نجم فيوتشر كيد بعد صعود غاوجدة فترة الماضية أفل نجم فيوتشر كيد ويونيكاب اللي كان يقودون تداولات مع راسيات لكن تبقى راسيات هي الراسية أمانتهم في وجه التراجعات الحادة وتراجع يونيكاب وكذلك فيوتشر كيد فيما جياد في المنطقة الخضراء والمواشي بتراجع والقابضة المصرية بتراجع وأنفست في هذه اللحظات ست فلوس اتفاع عن 119 يغرد عاليا أنفست مشاهد هذه الجلسة مشاهدين الكلام بتراجع 5 مليون 865 المنار بتراجع لكن عندي جياد جياد اليوم تداولها 24 مليون و484 حتى هذه اللحظة وقاعد دخول على أنفست في هذه اللحظات دخول على أنفست في هذه اللحظات مشاهدين الكرام وكذلك مينة ومنازل وعيان العقارية في شراف في هذه اللحظات على هذه الشركات يعني ننتظر المراجعة يوم الخميس الغادم ماذا سوف تسفر عنا هذه المراجعة ماذا سوف تسفر عنا هذه المراجعة مشاهدين الكرام اللي قاعد أشوفها في هذه اللحظات والله تراجعات واضحة لكثير من شركات السوق الرئيسي. وبعض شركات السوق الأول التي تراجعت بقوة. زين. زين بيع حاليا. زين بيع. بيتك لا. ما زال مطلوبا بيتك في ظل هذه الأسعار. نلاحظ مشاهدين الكرام. بعض الشركات الأخرى. والله الأولى. الأولى لا شراء. 44.1 شراء الأولى. الأولى فيها شراء في هذه اللحظات. ونشوف معاكم مشاهدين بقية الشركات الأخرى. نلاحظ الخليجي المتراجع بست فلوس في هذه الجلسة. الأولى 44.1 نطلوبها في هذه اللحظات. نطلوبها الأولى. نلاحظ أرزان 292 تعود مجددا للصعود. أرزان بعد تراجعات حادة في فترة الماضية. ومجموعة إيفا اليوم تتألق أفضل مجاميع اليوم مجاميع مجموعة إيفا. الامتياز وصلت 63 وشوي. ردة تقفلت على 61.8 نتيجة عملية البيع التي حدثت على هذا السهم. نلاحظ كذلك مشاهدين الكرام. ميناء 77.6 في هذه الجلسة. يعني تراجعات واضحة مشاهدين الكرام. نختم فيها هذه الجلسة بسورة 47 مليون. 47 مليون نتيجة تفعت نتيجة ضغط البيع الحاصل على الشركات القيادية. وخاصة بيتك والوطني وكذلك الخليج ومعظم الشركات القيادية الأخرى. ولكن السوق الرئيسي كذلك يتعرض لضغوط بيعية نتيجة عملية جنية أرباحة للشركات التي تفعت فترة الماضية. لكن دشت شركات جديدة وخاصة إيفا ومجموعتها أنغذر السوق من تراجعات حادة في هذه الجلسة. نأمل التوفيق للجميع وكل الشكر لك رائد وكل الشكر لمشاهدين الكرام. الشكر لك رائد. أتك العافية للمشاهدين الكرام. هكذا تنهي تداولات مؤشرات السوق على تباين في هذه الجلسة ومنتصف جلسات هذا الأسبوع بسيولة 47 مليون. هذه السيولة كانت على الشركات القيادية بضغوطات بيعية وسلبية على كثير من الشركات. لكن أكثرهم كان قطاع المصارف التي تراجع بشكل واضح. وأيضا استمرت فيه ضغوطات تبيعية في أغلب ساعات التداول. بينما هناك تراجعات على بعض الشركات من كونات السوق الرئيسي. ومع هذا رأينا يغلق على لون أخضر بتباين بين المؤشرات بشكل واضح. هذا المسار العرضي الذي تعيشه المؤشرات في جلسات هذا الأسبوع. سنناقش إن شاء الله عن ضيفنا المستشار الاقتصادي الأستاذ علي العنزي من استوديوهاتنا في بورصة الكويت. حيكرا أستاذ علي أهلا مرحبا فيك. وتعليقك على أبرز ما جاء في جلسة اليوم. أرحب فيك خيرائد. بالسادة المشاهدين الكرام. حقيقة تداولات اليوم. يعني مواصلة لجلسات هذا الأسبوع. أو حتى جلسات الأسبوع الماضي. نعم كانت الأسبوع الماضي تراجعات محدودة بحوالي نصف نقطة مئوية. كان هناك تباين في أداء الأسهم القيادية. خصوصا بيتك ووطني وأجلتي. ولكن خلال هذا الأسبوع كانت أيضا عمليات تراجعات. وإن كانت هذه التراجعات لا زالت مقبولة ومحدودة. في ظل أيضا تراجع المحفزات للأسهم القيادية. انتهت عمليات توزيع الأرباح. انتهت أيضا إعلانات الربع الأول. إذن ننتظر حتى نقترب من إعلانات الربع الثاني في نهاية الشهر القادم إن شاء الله. وبالتالي نجد هذا الحراك. قد تكون بعض الأخبار تؤثر على الشركات القيادية. خلال هذه الفترة أهم المؤثرات على الشركات القيادية هي تنفيذ المراجعة بنهاية هذا الشهر. والذي نرى الآن حراك كبير على الأسهم الوطني وبيتك. وكذلك أمس في بعض الأخبار نشر بعض الصحف أن هناك نية بدخول صناديق سيادية على بعض الأسهم. لذلك كان في بداية الجلسة ارتفاع. ثم بعد ذلك عمليات ضغط وبيع. الأسهم الصغيرة. أسهم السوق الرئيسي. أيضا تراجع أداء هذه الأسهم. مجموعة كبيرة من الأسهم. ولكن حلّة اليوم مكانها. وبالدرجة الأولى كما ذكر عايد. أسهم إيفا. إيفا وأرزان هي من الأفضل ارتفاعاً اليوم. وبالتالي الأسهم التي كانت أفضل والتي تتداول به مستويات أيضا ارتفع. اليوم تراجعت وكانت من الأكثر خسارة خصوصاً يونيكاب وفيوتر كيتز. ممتاز. هناك أيضا أسهم برزت بشكل واضح منذ قرع جرس البستاح لهذه الجلسة كأولى الاستثمار. رأيك في أولى الاستثمار ونشاطها للإيجابة اليوم؟ حقيقة في أسهم كثيراً كالأولى الاستثمار تتداول بعد ورود أخبار. الأولى الاستثمار لديها خبر مؤثر. كان أمس بالتسويات وبعض الغضايا. ولذلك رأينا هذا الارتداد الكبير لهذا السهم. قبل ذلك كان لدينا أيضاً الامتياز. وعلى ذات الوثيرة أخبار مؤثرة. أخبار جوهرية تؤثر على البيانات المالية للشركة وعلى أداء الشركة بشكل أو بآخر. نرى لهذه الأسهم التي تحوي مثل هذه الأخبار عمليات ارتداد وارتفاع. كان اليوم منها طبعاً الأولى. لا زالت الأمور في بداياتها. من الممكن أن تعدل هذه الأخبار من أداء الشركة. ولكن إلى الآن لم تتبين البيانات المالية التي ترافق هذا التغير أو سترافق هذا التغير. بالتالي نرى أداء مضاربي. ارتفاع في بداية الجلسة كبير. ثم بعد ذلك عودة في نهاية الجلسة أيضاً تعويض بعض خسائر من تصف الجلسة. ممتاز. بعيد عن القطاع المصارف. أجلت اليوم أيضاً بتراجعاتها وبكسر مستوى 300 فلس. أخذت مسار آخر. عكس ما كان يتوقع أن تعاود مرة أخرى الارتفاع. باعتبار أنها تراجعت كثيراً. كيف تعلق وتنظر لأجلتي في هذه التداولات وأيضاً هذه المستويات السعرية؟ وفق إعلانات كثيرة من أيضاً الصناديق. كان هو خروج من أجلتي بعد أن حصل عملية توزيع الأسهم العينية. وذلك أضعف أداء السهم بشكل كبير في بورسة الكويت. رأينا عملية دائماً ضغوط. مستوى 330 فلس كانت تقف لأجلتي خلال الفترة الماضية. بالرغم من إعلانات الأرباح والرغم من إعلانات الربع الأول. بالرغم من أن السهم لا زال محمل بأرباح أيضاً عام 2023. وتم توزيع أرباح 2022. ولكن لا زال حقيقة السهم يشكو من ضعف. بالتالي نجد هذه الضغوطات أيضاً. وفق الضغوطات أيضاً. قد يكون ترقية أو مراجعة تنفيذ معاشرات الأسواق الناشا. وقد يكون جزء لتداولات هذا الأسبوع. مرتبط بسعر نقل الأسهم في يوم تنفيذ المراجعة بنهاية هذا الشهر. ممتاز. اليوم أيضاً بنشاط مجموعة إيفا. كان نشاطها إيجابي. هل معنى هذا أن معاودة الاستهناف مرة أخرى لقيادة تفة النشاط بشكل إيجابي كما كانت إيفا في الأرباع وأيضاً في السنوات الماضية؟ إذا رافق مثل هذه الارتفاعات. مستويات سيولة كبيرة. دائماً ما تكون أسهم إيفا من ضمن الأسهم الأربعة الأكثر سيولة في السوق. إلى الآن. اليوم كان ارتفاع إيفا وأرزان جاء في نهاية الجلسة في النصف الأخير من الجلسة. بالتالي ليس كافياً أن يكون هذا مؤشر. إنما إن كان هناك ارتفاع كبير في مستويات النشاط والسيولة وعودة لقائمة الأبرز في النشاط والسيولة. نعم سوف تعود وتقود هذه. خصوصاً أن الأسهم إيفا في بعضهم محملة بالأرباح. أيضاً إيفا لديه 25% توزيع منها إلى الآن لم يتم. لديها أيضاً سيكون زيادة رأس مال بعد ذلك. إذن كثير من الأخبار حول إيفا قد تدعم هذا السهم خلال الفترة القادمة. ولكن يجب التأكد من مستويات النشاط والسيولة خلال أيضاً أكثر من جلسة وليس جلسة واحدة. ممتدر. رغم تراجع قطاع المصارف اليوم وفي جلسات هذا الأسبوع. هناك تقارير أيضاً تشيل انخفاض قيمة مركيات الأجانب بقدر محدود. وصلت إلى 5.2 مليار دينار. كان لافت أيضاً تمركز الأجانب على أسهم. في قطاع مصارف مثل البيتك والوطني. وكذلك في قطاع التصالات مع زين. كيف تفسر هذا التحرك؟ لا شك أن الأجانب يتحركون وفق أداء الأسواق العالمية. هناك ضحف في الأسواق العالمية. سوى نشهد خروج للأجانب. قد يكون أحياناً تقطية مراكز أيضاً في مناطقهم. ولذلك أو حتى هناك قد يكون ضعف في أداء بعض الأسواق. فيكون تحول أو حتى رفع أوزان بعض أسواق أخرى. ذات نمو كبير. أيضاً قد يكون أصدارات جديدة. حاجة للسيولة جديدة. فيكون خروج من بعض الأسهم. ولكن هذه النسب لا زالت نسب محدودة. وغد يكون أيضاً. وحتى وإن كان خروج الأجانب. لكن هذه الأسهم إلى الآن العائد لهذه الأسهم على مستوى هذه الأسعار جيد. كذلك قد يكون فترة الصيف القادمة. البعض ينتظر ولا يدخل بالشراء. حتى نكون في منتصف فترة الصيف. من المعروف أن القيعان الأسهم خلال دورة العام خلال فترة الصيف. وخلال قد يكون نهاية فترة الصيف من كل عام. هل ممكن أن يكون هناك أثر إيجابي أيضاً للسيولة القادمة جراء المراجعة في نهاية هذا الشهر؟ أعتقد أن مسألة الأثر انتهت. عملية تعديل انتهت. إنما فقط يتبقى عملية نقل الأسهم من محافظ إلى محافظة. وكما معلوم خلال فترة المزاد سوف يكون هذا النقل. لا أعتقد أنه سوف يؤثر كثيراً على مستوى الأسعار. وحتى وإن أثر سوف يتعدل الأسهم في الجلسة اللاحقة من هذه الأسعار. نعم. يطيك العافية. وكل الشكر لك. المستشار الاقتصادي الأستاذ علي العنزي. كنت معنا من استوديوهاتنا في بورسة الكويت. شكراً جزيلاً لك. أيضاً شكر المصول لكم دائماً المشاهدين ومتابعي برنامج المؤشر. وبإذن الله يجدد الضقاء معكم في رابع جهسات هذا الأسبوع في يوم الغد. دومتم بكل خير. ومع السلامة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة